السلام عليكم الضحرة جلمسها يا معلما بضايا يلا اندهي العيال خليهو منزلوا البضاعة دي عشان تتمنها قلت ياضي انده مين العيال انتو اللي هتنزلوا البضاعة بأيديكم واللي على ايدك نكش الحنة انت هو هو ليه يعني وفي نزام جديد ولا ايه ايو يا روح بابا في نزام جديد هتركنوا انتو الاتنين على جنب وتنزلوا البضاعة على جنب وتركنوا العربية على جنب انا بقى اعف على جنب الوحدي واشوف انا هفرز مين فيكم ما تزبط في كلامك يا بضايا على الصبح بقى يا الله خلاص يا زين خلاص هو بضايا كده لسنو زفر على طول مات يلا يا عدم تا وهو هتصوروا بعد ولا ايه استبقوا له يا صبح بس مين دول؟ الرجالة تراشران بيه؟ الرجل عنده مسابق كبيرة قوي في البلد ويتعامل مع المعلمة من زمان صباح الخير يا ست القلب خطوة عزيزة يا أستاذ حنفي يازب أطاري معيني زعلان منك وواخد على خطري قوي تمنعي بضعتك عننا الإيه؟ عيب قوي العيب هو للبي بتاعك ابتدى بيه بلوش نزوم الكلام؟ كتل الكلام إيه اللي المعرفة؟ طلباتك تفتحي مخزنك وتدين أبضعتك من تاني الحلوة حد يكره يبيع بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك القول اسمعي الكلام يا معلمة وأنا وعدك إن الرشوان بيه حيهدى ويلين ويرضى عنك ويرديكي أنا مش طالبة غردة ربنا مش رضى بنقادمين وإن كنت هزس طولك وجايب كل الطم ده معك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير بدأت أزهق أنا عندك الماتش تدفع تحمل صعب قوي يا معلمة أجل حد هنا وأرجع بالعربيات فاضية قصدك إيه؟ قصد يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين نحملوه رجالتها أنا بقى تخش المخزن وتحمل وساعتها الحساب يجمع يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة غصبانية يعني غصبانية مش غصبانية أنا قل طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانا يا حلوة طيب ما تقول كده يا راجل من أول ما جيت ده نعناية اللي اتنين ليك ما أنا حلوة أبضايا شكلي الدايق مش وانا عايش يا برينسيلسا اشتازح لنا فيه صلي على النابي كده ونتفاهم بالهداوة تثبت مكانك وارجح ولو أي حد من رجالتك قرب حخلص عليه مطوتك مش قلتلك ما تتشميش دماغك ولاش تقولي كلام انت مش قادوا يا حلوة يلا رجالة خشوا المخزن عايزكم تطفضوه مش عايز أشايا عالباركة اثبت مكانك وارموا اللي في ايدكو اللي طاير رابتم معانك يا حبيبي لحاجة تطلع غالق كده ولا كده اتعور بيها نفسك يلا قبل ما خل جسمه بحتة ورأسه بحتة سيبوهني في ديكو سيبوها قولنا في الخن اللي انت لامامهم حواليك دول يركبوا لعربيات ويخوروا في ستين داية ولو حد منهم هوق بنا تاني هيبقى آخر يوم في عمره بيتك يلا قول ما تتكسبش باشي ماشا يا أخويا يلا رجالة خدوا لعربيات وامشوا يلا يلا يا أخويا منك لي عشان هنرش معايا يلا وانت يا حلوة يا بوش سامح انت اتكل معاهم عشان انا اخول ايديا غور زين معاهم انت ورجالتنا وتأكد ان الكتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع باللاجر يا سلام عيني يلا يا أخويا منك يا حادي يا اسأل أمك ويترد عليك انت كده فتحت على نفسك باب جوهنم انا لو منكو اخافوا ترعب احنا ما منخبش من اللي خلانا يا حبيبي ها معلمة انت وشوك بقى تحب يعمللي كيف اللافاندي ده اعيزة الصح يا معلمة احنا نقطع رقبته ونبعثها الرشوان بايه عشان يعرف ان البريتسيسا وراء رجالة النبي لا تقف المديليا اللي في ايدك دي حسن تعورك وانا بخاف عليك تخر دم رأيك ايه يا حبيبي والله يا معلمة انا رأيي ان يسيبه وحصر رجالته ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني هنرجعه لهم رابعة ده نفس رأيي برضه يا معلمة القول قولك يا حبيبي اسمح هقولك ايه تروح لرشوان بايه تقوله حقي يبقى عندي لو ما جليش هروح بنفسي هاخد حقي ومش هاخد على قفاة زيه وما تنساش تقوله اهم حاجة ان انا حلو اه ماشي هبلغه يا حلو يالله زوق يالله زوق يا خفيف باركة يالله يا ابن يالله خلعوا يا عيلي وهم بلينهم دموا من خوف بس وقفت كما عايل كده انا بده رجاي على الاول منطقة يمكن يشاور عقلهم ويرجعوا تاني عفارم عليك يا زين باقولك ايه انت بتعمل ايه بالمسدس ده المسدس ده المسدس ده انشيله عم حاربي يمكن ينفع في وقت عوزة ربنا ما يحوجنا ليه يا عم باقولك ايه اديه الوقت باركة يشيله هوا بمعرفتكم احنا مش عاقلين زيه ماشي يا صاحب مش كنت سبتين يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد خلص شغلك الاول وبعدين غب براحتك ماشي يالله نجرق اشلحف انت هو عايزين نشوف البضاعة دي مسروقة من اني زقنو البضاعة بتاعت زينو حاربي انا اللي حفزها بنفسي بايداية خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على ماسك كده غلط اكبر غلط زين قرب لي العربية هنا قدام المبتد عايز اجرد البضاعة براحتي تحت امرك يا سنت الكل تسلم لي يا حاربي راجل يا واد من ظهر راجل واخدمك برقابتي يا معلمة جامج يا واد قوي انت ما بتخافش لا بخاف طبعا ويكوني فاكرة معلمة ان الرجال اللي انت لامهم حواليك يدول وبيقولوا انهم هيكلوا الزلط وما بيخافوش صدقين لان اللي يقول انه ما بيخافش بيبقى اكثر واحد جبان واللي بيقول انه بيخاف بيبقى عاجل قلبه حديد راجل بجد عارفه ورايح فيد وجاي منين بيخطط ويدبر مظموط بعدين ما هو المثل اقلي معلمة يعني ما انخاف سلق ولا انا بتكلم غلط للمواغزة السجن غيرك يا واد يا حاربي خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد تعلمت انك حيات كتيرة معلمة مش مهم انك تتعلم المهم انك تنفذ اللي تعلمته وانا جاهز ومن ايدك دي ليدك دي اطلبي باني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لا تستعجلش على يا رزقك ورا مش يمكن يجي يوم اجربك فيه سيطام رقمتين ديني